poverty لا أكل إيه Physics فى أعداء ده الأكل عندنا مش لعبة الأكل وطرق الأكل وأعدات الأكل وتقوس الأكل وأسباب الأكل وتحديات الأكل وأنواع الأكل طبعا خضي بالك أنواع الأكل حاجة وأصناف الأكل حاجة تانية أنا مش هتتكلم gravن ايه ودا نوع إيه لا 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 لأ أنا هتكلم عن الأنواع اللي هو تخصص شامل بيندرك تحته مشقصات أدق منها الأصناف والكلام الفارغ ده أفهمك مثلا أنواع الأكل زي إيه زي أكل ما قبل الجواز فترة الخطوبة بقى دي بقى مرحلة العزومات والدلعة ده نوع لوحده تلاقي الصفرة عليها ما لزة وطب من البروتينات والطواجن المحاشي المشاوي المقالي ليه؟ حرب نفسية عشان يحطموا إرطك يخسلوا مخك يجندوكي في العيلة عندهم بعد ما درسوا عني كل حاجة بتاكلي إيه؟ بتشمي إيه؟ بتروحي فين؟ والقعدة في المرحلة دي بتقول لو ما قدرتش تقومي استمتاعي وبقينا في مركب واحدة وكسرين عيني خلاص لأي الأكل بدأ يفقد عنصر الإبهار نرجع تاني للفاصوليا الخضرة في داخل المسلوقة الرز اللي من غير شعرية وإذا كان عاجبني خلاص بقيت كارت المحروق لو ما بتحبش الفاصوليا خش عملليك أي سندويتش من الترلاجة بس أهم حاجة ما تمديش إيدك على الكاتشاب ولا لعيش السن بتاع طنتي نادية في نوع كمان مؤلم جدا اللي هو أكل المبتدئات ده بيبقى أول لما البنت تتجوز بتبقى فرحانة طبعا بتقمل حلال التفال وعايزة تستخدمها وهي طبعا ملهاش في أي حاجة خالص فتحاول تتزاكى بقى تعمل إيه؟ تبدأ تعمل الأكل المعروف؟ لا هتتفقس فتعمل اختراعات اللي يعني ده أكل جديد وإنه عظيم وإحنا اللي مش فاهمين حاجة فتلاقي الغدف المرحلة دي بيكون عبارة عن إيه؟ أقولك المينيو بقى كده باختصار مكارونا موف بالشعب المرجنية وقطع الناجتس بمربة التوم مثلا أو بيكاتا كلب البحر اللي مع صوص الكرامل والرز الهندي المحروق إيه جاو ده؟ اللي يعني هي لما تعمل من الصين يبقى هي كده أمان لا يا حبيبتي مش صيني ده مش صيني من أنواع الأكل المشهور برضو جدا أكل الأفراح ده نوع مميز ليه؟ لأنه بيدخل فيه كذا عنصر مع بعض أولا فيه الأكل نفسه وفيه الصراع لحوالين الأكل أكل الأفراح بيتقسم لفريق عمل في مسلسل كده طبعا البطل هو الخروف النجم بتاعنا فيه طبعا دور تاني سنيد الديك الرومي وظهور خاص للكفتة مع المحشي في الحلقة الثالثة وطبعا فيه كومبرس وما جميع اللي هم رز وبطاطس وحاجات زي كده في الغالب الكلام ده كله بيبقى سائع الليل مش عظيم طعمه عادي بس ندرته في وقت الفرح بتعمل حالة من الصراع هو ده السسبنس فيه كمان أكل المتخصمين خش البيت من نظرة واحدة بس عالصفرة أعرف البيت ده فيه مشاكل لما الرجل ومراته بيتخنقوا تبدأ السيطة تقرص عليه عن طريق سحب بعض المميزات اللي كانت بتدهاله كوسيل الضغط بس تتسحبها في الخباسة مش تقطع عرق وتسايح دمه تقول مفيش أكل لا هي قصيعة من كده عايز أكل؟ أهو كوسة مسلوقة وعلب التونة مع بعض رز بايت وشربة من زوعة الدسم كل طبق ملوخية وعيش ناشف يعني قال يعني فيه أصناف تقعد تحط طبق جنب بعض ومفيش حاجة فيه ضغط نفسي غصام قتل ناعم كده طبعاً لا يمكن ننسى أكل عياد الميلاد بقى اللي هو طبق ورق كده مش ماسك بعضه محطوط فيه حتة طورتة بيتي معليها كريمة مسكرة جداً وسايحة على ساندويتش الكوفتة اللي لازق في الكريمة وفيه بتونسة ليه مبلول وفيه كوباية بيبسي في كوباية بلاستيك الكوباية فيها فتفيت من ساندويتش الكوفت دي دورة حياة طبق أيدي الميلاد معروف فيه بقى أكل الرحلات أكتر منيو عشوائي ممكن يحصل في العالم ساندويتش باني واحدة مولتو سبعين محشي كوسة وساندويتش حلاوة وكيش شبسي وقرتاس لب سوري اه خليك فرش أنا في رحلة وفيه بقى أكل تنظيف التلاجة يوم المراجعة لو اليوم الحزين بتعلم ما ماما تقرر تتخلص من بوائي الشهر اللي فات عشان اللجنة جاية تعمل جرد وعايزة تبدأ من بقرة على نظافة فتلاقي الغدع بارة عن نص طبق كش مسلم كده على ماكرونة بشاميل أطرافها ناشفة جنبهم طبق رز سني فيل كده معلقتين بامي على كوسة مع بعض وركة فرخة وريشة ونص كفتاية حاجة صعبة جدا إيه النشاز ده وساعات ماما بقى تأكلنا بوائي عزومة من غير ما تكون عاملة عزومة أصلاً إيه ده يا ماما دي بوائي العزومة طب كات فين العزومة؟ جبارة في حاجة بقى معلش هي مش أكل بس بتمسيني شخصياً اللي هي معها ذكريات أحب أتكلم عنها اللي هي المشروبات المجمدة دي بقى لما الستات يحبوا يجيبوا الفكهة يعصروها ويخزنوها في الفريزر لسنين طويلة بدون أي سبب معلوم تبقى عند خالتك مثلاً تشرب حبيبي مانجا فريش يا فريش واختبالك يا عصرها بقى ديها ما بتكذبش السيد بتليها رايحة للفريزر تصوري ببطيء ماس كبابة التلاجة بحرص تفتح دخانة بيض يطلع تمد قدها في عمق الفريزر من جوه تلقى في كيس مفعص كده لونه برطواني تطلعه ونبدأ بقى في مرحلة فك التلج وفجأة تجينك بكوباية العصير طبعاً فخفخينة عظيمة جداً مش رابعصير ما فيه شوية ريح التوم على بصل على صلصة تركيب بقى من الفريزر لقى العظيم خالتي دي سكر نيجي بقى لأحلى أنواع الأكل منطقتي الحتة اللي أنا بستقمتع بيها أنا بسميه الأكل الخطير ده اللي بيبقى فيه نسبة من المجاسفة كده فيه مغامرة رحلة صيد الحمام وقتله وناد فريشو حمامة السلام الرئيقة دي شوف الجمال حاجة في منتهى السادية وأخيراً نحشي نلسعها كده لأسعى خفيفة تاخد التاني الجميل بتاعها اللي في الآخر ده المنبار مثلاً فكرة إن الواحد يحصل على الأمعاء الدقيقة بتاعت الخروف دي في حد ذاتها محفوفة بالمخاطر خير حيوان وقف لوحده في الغابة كده أنا هروح هجيب أمعائه وهنظفها وهحشيها إحنا بنحب الحشو قوي مش فاهم ليه عندك مثلاً الشوي حطب ونار وحرايق ولهب المقليات زيت وترتشة وإصابات تلسع في الحتة دي معروفة ده أكل خطير يا جماعة شوفي أنواع الأكل كتير جداً لا يمكن نحصرهم ولا لأمهم في قعدة واحدة أبداً بس كل ده كوم وأكل إعادة التدوير ده كوم تاني ده الموضوع اللي أنا عايزك فيه أصلاً النهاردة السبانخ اللي بقى لها ثلاث أسابيع في التلاجة دي قعدة في التلاجة عشان وحشة على فكرة مش لما تعمليها لكور ولا تحشي بيها عجينة ولا تفركيها على وش الشربة يبقى أنا كده اشتريت عايزة تعملي إعادة تدوير حضرتك ممكن تعمليها حاجة واحدة بس تعمليها سماد عضوي بس تحب أعملها لك كفية أو الأكلوك عشان ترتاحي إعادة تدوير بقى ده أكل يا أخوانا أكل